اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة بتتكلم عن حاجة اسمها المرايا والعدسات والمرايا والعدسات دي هتبقى تكملة لدرس انعكاس وانقصار الدوق فعشان كده ياريتني بعدين مركزين عشان المعلومات اللي انت هتاخدها في تاني عدد دلوقتي في الدرس بتاع الانعكاس والانقصار هتكمل معاك لغاية تالت عدد بإذن الله تعالى في الواحدة اللي يسمها المرايا والعدسات طب نبدأ كده اول حاجة يا مستر ايه هو الانعكاس بتاع الدوق يعني ايه كلمة انعكاس طبعا احنا اخدنا فكرة زمان عنها شوية واحنا في سنة خمسة بتداية اتكلمنا شوية عن الانعكاس وانا انعكاس الدوق يعني ارتداد الدوق يعني ارتداد يعني الدوق خبط في حاجة فارجعلي مرة تاني زي بالزبط كده لما بيكون معايا كرة واحدفها في الحيطة بلاقي الحيطة ديت رح يتعمل ايه مرجعي للكرة مرة تاني فكده حصلت حاجة اسمها انعكاس الدوق وطبعا الانعكاس دوت بيحصل لما بيسقط الدوق على سطح عكس زي السطح العكس زي مثلا اشهر حاجة المرقية لما بيسقط الدوق على المرقية بيبدأ يحصل له انعكاس طبعا لما الدوق بيسقط على مرقية بيبقى فيه عندي كذا شعاع اول شعاع عندي بيبقى اسمه الشعاع السكت وفيه بعد كده حاجة اسمها الشعاع المنعكس الدوق لما بيسقط ده بنسميه الشعاع السكت ولما بينعكس مرة تانية ده بسميه الشعاع الايه المنعكس طبعا بالتالي بيكون في عندي زاويتين زاوية اسمها زاوية السكوت وزاوية اسمها زاوية الانعكس طبعا كل المصطلحات دي هنشرحها بالتفصيل وإحنا شغالين في الفيديو بتاعنا بس يهمني كويس جدا إن احنا في عندنا قانونين للانعكس قانونين تقولي يا مستر قانونين يعني إحنا هنحل المساء أقولك لا هي مش موضوع مساء هي القوانين يعني زي ملاحظات مهمة جدا أو شروط مهمة جدا عشان يحصل انعكس أول قانون وده قانون صغير جدا والقانون الأول بيقولي إن زاوية السكوت بتساوي زاوية الانعكس بمعنى لو أنا قلت لك إن زاوية السكوت 30 درجة يبقى زاوية الانعكس زيها بالضبط 30 درجة في الحتة تي بيجي عليها أسئلة كتير جدا وهنشرحها بالتفصيل وإحنا شغالين في الفيديو القانون الثاني بيتكلم عن حاجة أو هو القانون طويل شوية بيقولي إن الشوعة الضوء الساقط والشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت كلهم بيقعوا في مستوى واحد والمستوى ده بيكون عمودي على السطح العكس طبعا كله ده هنشرحه بالتفصيل زي ما حنا بيتفقن الانعكاس في نوعين منه في انعكاس اسمه انعكاس منتظم وفي انعكاس اسمه انعكاس غير منتظم إيه الفرقة بين العنكاس المنتظم والانعكاس الغير منتظم وإيه هم منقوانين وإيه هي زاوية السكوت وإيه زاوية الانعكاس تابعوا معي الفيديو إن شاء الله تستفيدوا يتكون ظل الأجسام المعطمة عند وقعها في مصار الدوق ويتكون صورة مقلوبة للأشجار والمباني والسيارات على الطريق عند سقوط الأمطار يعني متكون مطرة كده وقعة وفي مبنى مثلا والمية موجودة على الأرض بتحس إن المبنى مقلوب كل ده بيحدث بسبب انعكاس الدوق إيه هو انعكاس الدوق؟ قال لي كلمة انعكاس الدوق هو ارتداد موجات الدوق إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا دي مثلا هو المية لما فيه مية كده على الأرض مطرة بتحس إن كل حاجة مقلوبة كل ده حصل بسبب انعكاس الدوق ده تعريف انعكاس الدوق ارتداد يعني رجوة يعني مثلا دي كده مثلا مراية الدوق نزل كده راح رجع مرة تانية يبقى كده حصل له انعكاس يعني ارتداد طبعا عندنا نوعين من الانعكاس فيه انعكاس اسمه انعكاس منتظم وفيه انعكاس غير منتظم قال لي انعكاس المنتظم يحدث عند سقوط الضوء على سطح مسكول مسكول دي يعني ناعم زي مرآة مستوية أو شريحة مستوية من الألمونيوم الرقيق اللي هي ورق الفوية بيحصل إيه بقى ان الأشعة لما بيسقط الضوء على سطح أملس ناعم زي المراية بترتدي الأشعة الضوئية في اتجاه واحد الأشعة كلها بتطلع في اتجاه واحد بصوا كده شايفيني الأشعة اللي هي لونها أحمر دي نزلت تلعت الأشعة اللي هي لونها لابني دي ففي الحالة دي كلها هي طلع في اتجاه واحد فبتتكون فيه صورة واضحة للجسم وطبعا الانعكاس اللي هو منتظم ده بينطبق عليه قانون الانعكاس بتوع الضوء اللي احنا هنتكلم عنهم كمان شوية إنما الانعكاس الغير منتظم ده بيحدث عند سقوط الضوء على سطح خشن زي سطح ورقة ورقة شجر أو قطعة من الجلد يعني حاجة خشنة وهنا في الحالة دي بترتدي الأشعة الضوئية في عدة اتجاهات بتطلع في كزا اتجاه بصوا شايفيني الأشعة الحمراء للنزلة دي كل واحد بقى من اللبن يطلع في اتجاه مختلف وفي الحالة دي لا تتكون فيه صورة واضحة للجسم مش هنشوف حاجة واضحة وبرضو بينطبق عليه قانون الانعكاس اللي احنا نتكلم عنه مما سبق نستنتج أن الانعكاس المنتظم هو ارتداد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد عندما تسقط على سطح برافا عليكم مسكول طب الانعكاس المغير منتظم هو ارتداد الأشعة بس في عدة اتجاهات عندما تسقط على سطح خشن حدد نوع الانعكاس عند سقوط الضوء على جاكت من الصوف لو سقط على جاكت من الصوف طبعا ده انعكاس غير منتظم لأن الصوف بيكون خشن لوح من اللي استلس طبعا انعكاس منتظم عال اللي مياتي تعمل قسطح المعادن المسخولة قمراية بتعمل كامراية يعني لأن الأشعة الضوئية الساقطة على سطحها تنعكس بشكل منتظم في اتجاه واحد يعني أي معدن مثلا الطابق أو أواني كده بتكون معدن بتحس إنها عاملة زي المراية لأنها بتعكس الضوء عندما تقف أمام مرآة مستوية بترى صورتك في المراية بالسبب طبعا انعكاس الضوء في اتجاه واحد إذا وقفت أمام قطعة من الورق الأبيض في ناكلة ترى صورتك يعني لو قفت قدام حيطا قدأ أو ورقة ما بتشوفش صورتك طبعا ليه بقى؟ عشان هنا حصل إنعكاس غير منتظم يبقى لما بنقف قدام المراية بيحصل إنعكاس منتظم فبالتالي بنشوف صورتنا إنما لما بتقف قدام ورقة أو حائط ما بتشوفش الصورة بتاعتك لأن ده إنعكاس غير منتظم يرى الشخص صورته باهتة وغير واضحة عندما يقف أمام زجاج النافذة الشفاف بتشوف الصورة بتاعتك بس ما بتبقاش واضحة قوي طبعا لأن الدوق سمح أو لأن الزجاج سمح بمرور الدوق قانونة الإمعكاس في الدوق الدوق ليه عندنا قانون أو الإمعكاس ليه عندنا قانونين عشان يتحقق تعالي نشوف كده هوات الأدوهات والتجارب هنعمل فيها إيه؟ قال لي هات كده هوات مرآة ده اللي هو الجزء اللي تحت ده مراية وصلت شعاع الدوق كده بالمنظر ده طبعا هيخبط في المراية ويبدأ ينعكس مرة ده وتعالي بقى بواسطة المراية احسب لي الزوايا اللي هي حاجة اسمها زوية السكوت وحاجة اسمها زوية الإمعكاس تعالي بقى بعد ما عملنا التجربة دي تحصل إيه بقى لقينا أن زوية السكوت بتساوي زوية الإمعكاس بتساوي 60 طبعا ال60 دي اللي هي بتاعت التجربة اللي تعمل إنما لو أنا جيت قلت لك كده عموما إيه الاستنتاج بتاعنا تقول لي زوية السكوت بتساوي زوية الإمعكاس طبعا تتغير زوية الإمعكاس بتغير زوية السكوت بحيث تكون مصوية لها دائما يعني زاوية السقوط مثلا 30 يبقى زاوية الانعكاس زي 30 زاوية الانعكاس 40 يبقى زاوية الانعكاس السقوط هي كمان 40 عدم رؤية الشعاع المنعكس عندما لا يكون مستوى المنقلة عموديا على المرآة لو المرآة اتعوجت شوية مش هتشوف الشعاع اللي انعكاس الاستنتاج اول حاجة عندنا ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس وده اللي احنا بنقول عليه القانون الاول لانعكاس الضوء تاني قانون عندنا ان الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط كل دول بيكونوا في مستوى أفقي واحد عمودي على السطح العاكس زي ما قلت لك لما انت ميلت المنقلة مش هتشوف الضوء يبقى معنى كده لازم يكونوا كلهم دول في مستوى أفقي واحد مفاهيم مرتبطة بين عكاس الضوء أول حاجة عندنا الشعاع الساقط ده عبارة عن خط انتشار الموجة الضوءية الساقطة على السطح العاكس اللي هو ده كده ده بيمثل خط انتشار الموجة الضوءية الساقطة على السطح الايه العاكس طب الشعاع المنعكس ده بيمثل خط انتشار الموجة الضوءية المرتدة عن السطح العاكس اللي هو اللي خرجت دي ده بيمثلها الشعاع المنعكس زاوية السقوط طبعا زاوية السقوط اللي هي في النص هنا دي دي الزاوية المحصورة ما بين الشوعة الساقط والعمود المقام هي الزاوية المحصورة بين الشوعة الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط طب زاوية المعكاس اللي هي الزاوية المحصورة بين الشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس كل دي فهيم مهمة جدا بتيجي على هيئة مصطلح علمي في الامتحان ملاحظة عند السقوط شوعة ضوء عموديا على سطح عكس يرتد يعني بيمعكس على نفسه. لو نزل كده عمودي بيرجع تاني كده عمودي. طب ليه? قال لي لان في الحالة دي زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس تساوي سفر. وانا ده سؤال له عالل بيك كتير جدا في الامتحانات. يقول لك الشعر الضوء الساقط عموديا. آآ على على مسلا على المرآة ينعكس على نفسه. تقول له لان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي زاوية سفر. آآ ما معنى ده سؤال هنا واد ما معنى قولونا انا ما معنى قولونا انا آآ زاوية السقوط شعر ضوء خمسين درجة. هتقول له ايها المحصورة بين الشعر الضوء الساقط والعموض المقام من نقطة السقوط على سطح العاكس الساوية الخمسين يعني احنا بنحط التعريف. زاوية انعكاس شعر ضوء montه ستين. ده معنا ايه? هتقول له��하면 ان الزاوية المحصورة بين الشعر ضوء المنعكس والعموض المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس برضو بتساوي 60 درجة. طب زاوية انعكاس شعاع صوتي بتساوي سف او شعاع ضوئي شعاع ضوئي بتساوي سف ده معنى ايه? طبعا ان الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تساوي سف. دايما في سؤال ما معنا قولونا انا زي ما احنا متعودين بنحط التعريف. اتمنى ان انت تكونوا استفدتم من الفيديو. طبعا احنا عرفنا الانعكاس وعرفنا الفرق ما بين الشعاع الساقط وشعار منعكس وزاوية السقوط وزاوية الانعكاس. واخدنا اسئلة كتير جدا على القانون الاول بتاع الانعكاس اللي هو زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. وعرفنا الفرق ما بين الانعكاس المنتظم والانعكاس الغر منتظم. الانعكاس المنتظم لما تضوء بيسقط على السطح املس او سطح ناعم. ولأن عكاس الغر منتظم ده بيحدث لما بيسقطوا الدوع على سطح خشن زي مثلا الحائط أو زي الورقة أتمنى أنتوا تكونوا استفدتوا أي سؤال عندك على طول اكتبهوا لي في كومنت تحت الفيديو وأنا هدخل بنفسي جواب لك عليه ما تنساش في صندوق الوصف بتاع الفيديو هتلاقي في لينك اللينك ده بيدخلك على موقع الليسكولة هناك بتلاقي فيه اختبارات تفاعلية بتلاقي فيه اشيتات تبدأ على طول تحل أول بأول وتبعت لي لو أي حاجة واقف أصادك ياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب كان معكم مستر ريسم التركي من منصة الاسكولة التعليمية أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته